موسيقى لقي عدد من عناصر ميليشيات الحث الانقلابية مصرعهم أصيب آخرون بنيران أبطال الجيش الوطني شرقي مدينة الحديدة وذكر مصر ميداني أن مجامعة من الميليشيات حاولت التسلل باتجاه مواقع الجيش الوطني في منطقة كيلو ستة عشر إلى أن قوات الجيش الوطني كانت لها بالمرصاد وكذا المصر أن قوات الجيش الوطني احبطت محاولات الميليشيات وكبدتها عشرات القتلى والجرحى في صفوفها فيما فر البقية باتجاه مدينة الحديدة في غضون ذلك شنت مقاتلات تحالف العربي عدة غارات جوية استدفت بها تجمعات لميليشيات في مدرية الحال جنوبي مدينة الحديدة أسفرت عن مصرع عدد من عناصر الميليشيات وتدمير آليات قتالية تابعة لها من جهة أخرى اعترفت ميليشيات الحوثي بمصرع اثنين من كبار قاداتها في محافظة الحديدة خلال المعارك الدائرة بجبهة الساحل الغربي هما المدعو علي صلاح محمد القيري والمدعو محمد عبد الملك صالح عاطف من إضافة إلى القيادي في ميليشيات المدعو أسماعيل عبد القادر الشرف الذي لقي مصرعه أيضا في معارك تحرير الجيش الوطني لمنطقة كيلو ستة عشر شرقي مدينة الحديدة صدت قوات الجيش الوطني عدة هجمات لميليشيات الحوث الإنقلابية في عدد من جبهات محافظة تعز حيث تمكن الجيش الوطني من صد هجمات للميليشيات في جبهات غربي تعز تركزت معظمها في محيط معسكر المطار القديم وجبلهان ومناطق مدارات وصياحي وحذرا وموكنا وفي سياق سادفت مدفعية الجيش الوطني تجمعات للميليشيات في منطقتين حذرات والربيعي كانت تستعد للهجوم على جبلهان مما أسفر عن مقتر ستة من عناصر الميليشيات وإصابة آخرين إلى ذلك دارت الشباكات عنيفة في منطقة القلعة وشبل الحصن بجبهة مقبنة وذلك إثره هجوم للميليشيات الحوثية انقلابية تمكن خلالها الجيش الوطني من التصدر للهجوم ودحر الميليشيات وتكبيدها خسائر في العتاد العسكرية من جهة أخرى أقدم قناص تابع للميليشيات الحوثية على قنص فتاتين وشاب غرب مدينة تعز وقالت مصادر محلية إن قناص حوثي في تبة القارع قنص فتاتين في دمينة تدعى الأولى ابتداء غالب مقبل غالب في مثانية ابنة عمها وتدعى بسم عبد المقبل غالب وضفت المصادر أن شاب حاول انقاد الفتاتين واصب أيضا برصاصة ذات القناص الحوثي قتل عنصران من ميليشيات الحوثي انقلابية خلال اشتباكات مع بعض أهل قرية بيت الغزير بمدرية نادرة بمحافظة اب وقال مصر محلي لوكالة الأنبال يمنية سبا أن الميليشيات الحوثية استحدثت نقاط تفتيش على مداخل ومخارج قرية بيت الغزير بمدرية نادرة الأسبوع الماضي وتقوم باستفزاز المواطنين واعتقال بعضهم دون سبب وأكد أن الميليشيات تحتجز جثث اثنين من قتل القرية وقامت بتعزيزات عسكرية مكثفة كما ذهمت قرية بيت الغزير وعدد من القرى المجاورة واعتقلت عددا من المواطنين فيما فر كثير منهم خارج القرى وتشهد المنطقة توترا شديدا بعد أن لاذ الكثير من المواطنين إلى الجبال بأسلحتهم تحسبا للتعزيزات الحوثية التي تحشدها للمنطقة تمكنت قوات الدفاع الجوية الملكي السعودي من اعتراض وتدمير صاروخ ماليستي أطلقته ميليشيات الحوثي انقلابية من داخل محافظة صعدة دون أن ينتج عن اعتراضه أي إصابات وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إن الصاروخ أطلق باتجاه مدينة نجران بطريقة متعمدة لاستيداف المناطق المدنية الأهلة بسكان وأضاف أن هذا العمل العدائي يثبث استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيات الحوثية المسلحة في تحات واضح وصريح للقرارات الأممية هذا وبلغ إجمالية الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باتجاه السعودية حتى الآن 194 صاروخا تسببت في استشهاد 112 مدنيا من المواطنين والمقيمين في المملكة وإصابة المئات منذ الإنقلاب الحوثي على الشرعية اشتركوا في القناة